اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة الدكتورة رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش مشاركة معالي في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن خالص تقديره لجهود سعادة الدكتورة رولا دشتي في تفعيل دور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على مواصلة سياساتها في تطوير مختلف سبل التعاون مع الأمم المتحدة بكل أجهزتها ولجانها ولسيما الأسكوا التي تقوم بدور مهم في التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم متمنيا لسعادتها كل التوفيق في أداء مهامها والإطلاع بمسؤولياتها من جانبها أكدت سعادة الدكتورة رولا دشتي اعتزازها باللقاء معالي وزير الخارجية وتقديرها لجهود مملكة البحرين في تعزيز نهج العمل الجماعي بما يضمن النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منوهة بالإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين في كافة المجالات متمنية لها كل التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر